موسيقى اهلا بكم لا شك ان التخلف العام في العراق الجديد يضرب اطنابه في معظم مفاصل حياة العراقيين عبر انتشار الفساد وتدهور الخدمات الاساسية وانهيار منظومة التعليم وانتشار العشوائيات وتفاقم النزاعات العشائرية المسلحة وانتشار قيمها البالية والخرافات الدينية وكثرة المراقد الوهمية هذا فضلا عن التخلف التربوي والثقافي صناعة التخلف في العراق الجديد هي ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل التخلف العام الحالي في العراق هو فعلا صناعة تقف خلفها أطراف بعينها أم هو نتيجة عرضية للغزو الأمريكي ومشروعه السياسي ونتائجه وما هي آليات صناعة هذا التخلف والتجهيل إن كان فعلا هو صناعة ومنهجة كما يقال وليس نتيجة عرضية للاحتلال وهل التخلف في العراق هو تخلف تنموي واقتصادي فقط أم إنه تخلف يتعدى إلى المنظومة القيامية والتربوية والثقافية وكيف ساهم النهج السياسي الطائفي ومنابره الإعلامية في صناعة هذا التخلف والتجهيل وإشاعتهما في المجتمع العراقي في المرحلة الماضية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فالح الخطاب لطالما كان الجهل بيئة الحكومات الفاسدة لتحكم قبضتها على الشعوب وتسيطر على مقدراته في العراق يختلف المشهد قليلا حيث لم يأتي الغزو الأمريكي بالمنظومة الحاكمة على بيئة جاهلة إنما اتبع على مدى السنوات السابقة سياسة التجهيل الممنهج وذلك باختيال العقول والأدمغة وتدمير مؤسسات التعليم وجعل الصفة الأكاديمية ليست المعيارة في اختيار المسؤولين وشغل مؤسسات الدولة ستة عشر عاما مرت على هذه السياسة فأصبح العراق بلدا لصناعة التخلف المصاحب للفقر خرافات تسير حياة المجتمع وأفراد حولوا المؤسسات الدينية إلى مجامع كهنوتية ترسم خارطة حياة الأفراد على حسب أهوائها وجامعة تذيلت التصنيف العالمي بعد أن كانت في صدارتها الآثار السلبية لسياسة التجهيل لم تظهر على الناحية الثقافية والدينية فحسب بل تجلت في التخلف الحضاري من ناحية خطط الدولة الزراعية والصناعية حيث أدى الفشل الحكومي إلى تصحر الأراضي الزراعية رغم خصوبتها وقدرتها على الإنتاج الغزير في حال أجيد استثمارها كذلك الصناعة مقاومات متوفرة دون أن تتاح للنخة بإدارتها فأغرقت الأسواق المحلية بالمنتوج المستورد حتى في أصغر الحاجات ومن التجهيل إلى التغييب الفكري والتغريب النفسي استخدمت المخدرات كوسية قاتلة لإخماد أي شذرة نور في نهضة الشباب ووضع الحواجز أمام محاولاتهم في استعادة الهوية العلمية لبلدهم وإنقاذه من دوامة الجهل ويبقى المستفيد الأول من الواقع العراقي الحالي هي الدول التي تريد أن يبقى العراق حقل تجارب لسياستها وتريد تحويل رؤوس أبنائه إلى صفحة خالية تكتب فيها ما تشاء وما تريد أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في التخلف في العراق الجديد وصوره وأوجوهه ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وأيضا الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا أياكم الله نبدأ مع دكتور رافع دكتور رافع نتحدث عن صناعة التخلف وعن الجهل التخلف والجهل صورة وأشكالة ما هو مفهوم التخلف أولا وعلاقة الآن بالعراق العراق الأمريكي بعد 2003 إلى اليوم على اعتبار أن الحديث يدور حول هذه الحقبة الزمنية عن التخلف طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ربما أستاذ ماجد مفردة التخلف ترددت كثيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثاني عام 1945 عندما خرج مفهوم كان في ذلك الوقت مفهوم الدول المتقدمة الصناعية المتقدمة مفهوم الدول المتقدمة الاشتراكية المتطورة ومفهوم الدول المتخلفة التي تبحث عن النمو وتبحث عن التنمية اللي يسموها تخفيفا العالم الثالث نعم العالم الثالث في هذا الموضوع كانوا بدأ الحديث دراسات وبحوث كثيرة كتبت عن التخلف والتخلف ربطة بالتنمية لا تأتي مفردة التخلف إلا وتأتي ملاسقة لها مفردة التنمية غياب التنمية في كل الدول هذه سميت العالم الثالث أطلقوا عليها العالم الثالث دول العالم الثالث لسيقة لأنه تنمية غير موجودة فهي دول دول متخلفة وكانت هذه الدول قد يعني بعد الحرب العالمية الثانية قد بدأت يعني تحصل على استقلالها الكثير من الدول هذه الدول في أفريقيا وفي آسيا في منطقتنا العربية كثير من الدول حصلت على استقلالها وبدأت يعني تبني أنظمتها ومجتمعاتها بالطريقة فاعتبرت هذه الدول متخلفة البعض من هذه الدول اعتقد أن التخلص من هذه مفردة التخلف تخلص منها إذا ما استخدم نفس الأساليب التي استخدمتها الدول المتطورة اللي هي انفتاح السوق الاقتصادية المفتوحة اعطاء فرصة لبناء مشاريع فردية قطع الخاص يعمل فكر إدارة مفتوح اقتصادية مفتوحة هذا في الجزء المتعلق من التخلف التنمو الاقتصادي نعم يعتقدون أن هذه فقط ستدفع ما هم ينظرون هكذا ستدفع هذه البلدان إلى الرقي واجتياز هذه المرحلة مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم والحصول على بيئة أو مرحلة أو منطقة تشابه ما هي موجود في الدول المتقدمة والمتطورة واعتمادا على طبعا وسائل الإعلام وخطب سياسي ما تقوله الدول المتطورة الدول الرئيس المالية المتطورة وهي تقول شيء وتفعل شيء آخر تقول شيء ملمعا وتفعل أشياء بشعة جدا هذه الدول فكانت تدعي هكذا أما التخلف في هذه الدول فهو تخلف اقتصادي وسياسي واجتماعي تربوي تعليمي صحي خدمي كل هذه الأشياء مرتبطة كانوا يعتقدون أن مجرد الحصول على رأس المال وإدارة هذا الرأس المال بشكل أو بآخر لإدارة مشاريع سيعود عليهم بالتخلص من التخلف ويعني فكر تقدمي وينعش المجتمع بهذا الاتجاه هذه فكرة الحقيقة كانت عقيمة الحقيقة في منطقتنا العربية عنينا من هذا الموضوع أيضا كثيرا التخلص من آثار التخلف من وجود التخلف يحتاج إلى أول إرادة إلى نظام سياسي يؤلف نظاما اجتماعيا نظاما عقليا وفكريا يبحث عن التقدم يدفع باتجاه التقدم لا أن يبحث يدفع باتجاه التخلف لذلك طوال هذه السنوات الدول كثير من الدول ونتحدث عن العراق من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 مر بمراحل كثيرة كان يدفع بيها باتجاه الأنظمة مهما تنوعات ملكية جمهورية كانت تدفع باتجاه بخطوات معينة باستخدام الثروات والاستثمار في المواطن لخلق حالة من التقدم حالة تخرجك من مرحلة الدول المتخلفة صناعيا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا علميا صحيا بهذا الاتجاه لغاية عام 2003 سنتحدث دكتور عن هذه المرحلة والحقيقة مدار الحديث هو يدور عن صور التخلف في العراق بعد العام 2003 دكتور عبد الحميد العاني التخلف الموجود الآن في العراق سببه كما يقول دكتور رافع بشكل عام غياب التنمية غياب الازدهار الاقتصادي ام هو متعلق بالأساس بعام الآخر يتعلق بقضية الاحتلال المشروع السياسي للغزو الأمريكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعة الحالي الاستعمار يعني يعرف ان اذا يأتي الى بلد ما فانه سيواجهه هذا الشعب ويتصدى له ولذا من اهم اولويات هذا الاستعمار هو منع حالة المقاومة لهذا المشروع مشروع الاحتلال وعليه كان من اهم اهداف الاحتلال الامريكي وضرب العراق بجميع هذه القيم العراق يتميز عن بقية عن كثير من البلدان يعني ليس هذا تحيزا لو لكن هذا ما يعرف القاصي والداني يتميز العراق بثروة اقتصادية وثروة بشرية الثروة البشرية تتمثل في ميزة العقول العراقية وقدرتهم على التطور والتطوير ومعروف في تاريخ العراقي والتاريخ العالمي كل الاسلامي خاصة الحضارة الاسلامية التي شارك بها ابناء العراق على مستوى العالمي كله فضلا عن ذلك كان يمتلك العراق خلال المدة الماضية قبل الاحتلال ايضا امتلك واكتسب خبرات قوية جدا عسكرية وايضا خبرات تصنيعية في الصناعات وكان الاحتصار الاقتصادي ربما له اثر ايجابي على العقول العراقية في ابداع وانتاج شاءة جديدة لذا كان من اهم اهداف الاحتلال ربما هو ضرب هذه هذه الثروة الثروة البشرية اضافة حتى يسهل عليه السيطرة على الثروة الاقتصادية ومقدرات البلد لذا رأينا انه التخلف الذي حصل اليوم هو هدف من اهداف الاحتلال وهذا ليس تحليلا وانما اعلن كثير من ساسة الاحتلال عن مثل هذا الامر انهم يريدون تدمير العراق طبعا هم لا يعلنونها بهذه الصورة لكن بصورة اخرى وهو ما عبروا عنه ب الثورة او العفو الفوضى الخلاقة وصناعة ارض جديدة وبيئة جديدة والشرق الاوسط الجديد لغير ذلك لذا هذا التخلف الحاصل اليوم هو ليس اثر طبيعي وانعكاس لحالة وانما هو هدف مقصود ونتيجة تخطيط وآليات كثيرة اعتمدها الاحتلال الامريكي وادواته في العراق دكتور فالة الخطاب هكذا التخلف في العراق صناعة ومنهج وهدف للغزو ومشروعة وليس نتيجة عرضية فعلا القضية هكذا صناعة التخلف في العراق بسم الله الرحمن الرحيم انا امير الى الامرين نعم حقيقة هناك نية مبرمجة من وراء هذا التخلف وايضا هو ناتج عرضي بسبب ما يعني نشاهد اليوم اما الامر الاول اللي هو يعني سبب مباشر الاحتلال عندما اتى للعراق وكما تقدم الاخوة الكارم وضع الاحتلال اسس التخلف من خلال آليات معينة يعني الاحتلال الامريكي وضع آلية معينة للتخلف على فكرة قبل ما ادخل في هذه القضية الملاحظ للعلام الامريكي والاوروبي الغربي بالتسعينات كاملة عندما كان يتحدث عن العراق كان يقول انه مجتمع متصارع وانه مجتمع دموي وانه مجتمع شهد تاريخ كل حروب مستمرة ومتواصلة اكد على هذه الفكرة كثيرا وهو طبعا ما يعني انه هناك امكانية للصراع القادم وانا اذكر جيدا بعد حرب الكويت جريدت الشرق الاوسط ونعرف اتجاهها وتوجهها وضعت ترسيم كاريكاتيري بدل كلمة اراك اراك بالانجليزي كتبت عراك عراك يعني عبارة عن صراعات وكذا المهم الاحتلال وضع اسس اول هذه الاسس تغييب الدولة حل المؤسسات حل الدولة غابة مفهوم الدولة تماما عن العراق الامر الثاني غيب المشروع الوطني الاحتلال قام بتغييب المشروع الوطني وافرز بدلا عنه مشروع طائفي ويا ليت المشروع الطائفي هذا كان مشروع محلي انما هو مشروع خارجي ومشروع انفصالي اخر لا يؤمن بالعراق ايضا وضع الطائفية كاساس للانتماء وليس المواطنة يعني عندنا في العراق الان الانتماء الطائفي هو الاساس وليس المواطنة ثم وضع امرا اخر القضاء عمل على افساد القضاء ونحن نعلم مثلا انه من من ابجديات الاستثمار الخارجي والتنمية هو انه يكون هناك قضاء عادل حتى يمكن للمستثمر ان يطمئن ان هناك قانون ينصفه الامر الاخر غياب الامن وفوضى السلاح من خلال انتشار الميليشيات التي عمل الاحتلال على اموره الامر الاخر ايضا الفساد المنظم الفساد في العراق الان هو كل جريمة المنظمة اللي نسمع عنها في الاعلام في الافلام وغيرها اما العملية السياسية فهي عملية سياسية قامت على نظرية الباب الدوار الباب الدوار اللي تدخله ويؤدي بيك الى نفس النتيجة هذه كلها طبعا ضيف لها مسألة مهمة ان الذين تولوا الحكم او تم يعني تمكينهم من الحكم غائب عنهم مفهوم الدولة لا يفهمون الدولة لم يتعاطوا مع مفهوم الدولة بل لا يؤمنون بالدولة اصلا وبالتالي هم جاءوا من خلفية لا تؤمن بالدولة ولم يمارسوا قبل عمل سياسي وبالتالي كان هذا الامر يعني كما نرى نتائجة الاحتلال الامريكي ولا زال لحد الان وهذا هدف يريد اخراج العراق من التاريخ والجغرافية يعني الان كثير من الناس يتحدثون عن الامريكان والايرانيين يتحاربون او لا يتحاربون يصالحون او لا يصالحون لكن هناك قضية مهمة جدا الامريكان والايرانيين والاسرائيليين متفقين على هدف واحد هو اخراج العراق من المعادلة عبر مسخه وانهاء دورة تماما لا هو عربي ولا هو مسلم ومن خلال هذه الالية نقطة مهمة اشكرك دكتور دكتور رافع الفلاحي يعني اكو يعني امر لافتة او مفارقة كل الدول المحسوبة او تدور في الفلك الامريكي الحقيقة على قدر كبير من قضية التطور من قضية الرقي من قضية التنمية الا في العراق الذي يدور في الفلك الامريكي من 2003 بهذه الصورة المزرية من التخلف والجهل لماذا العراق فقط من بين دول محسوبة الان على امريكا بهذه الصورة سيد ماجد من المنطقي والطبيعي يكون وضع العراق بهذا الشكل ولماذا استثناء من بقية الدول في المنطقة وخارج المنطقة كل بلد عندما يستعمر القوى التي تستعمر هذا البلد تسعى الى تخلفه ابرى التاريخ يقرأ التاريخ كله كل الدول التي استعمرت دول اخرى سعت الى تخلف شعوبها لان تخلف شعوبها يسمح لها بقيادتها بسيطر عليها بسهولة هذا التخلف مقصود الذهاب الى المناطق المظلمة القناعات باي شيء يطرح لهم الموافقة على كل الافكار التي تطرح لهم لا تناقش عقليا غياب العقل والوعي هذا مقصود تماما وارد ان اقول لك لماذا في العراق بهذا الشكل الامريكان عندما جاءوا يعرفون من البداية والعالم كله يعرف في فلسفة التخلف عندما تحدث في فلسفة التخلف ستجد امرين وعي التخلف ستجد وستجد تخلف الوعي في وعي التخلف وهو ما تسعى اليه وما سعت اليه امريكان وانسعى اليه كل الانظمة التي جاءت بها كل الحكومات التي جاءت بها من عام 2003 لحد الان وكل من يساعدها لتعميم وعي التخلف وعي التخلف هذا ينتج عن بيئة فكرية متخلفة متخلفة سياسيا اجتماعيا اقتصاديا في كل الاتجاهات متخلفة ونتاج هذا التخلف هو غياب الخدمات غياب الرؤية غياب الشعوذة وجود الشعوذة وجود كل هذه الظواهر الشاذة ستظهر بوجود هذا فالمجتمع كله يجب ان يعمم عليه وعي التخلف ويقبل بهذا اما تخلف الوعي فهذا موجود في دول متقدمة ومتخلفة لانه هذا تعبر عنا ربما عصابات للسلب ربما تعبر عنا عصابات لتوزيع المخدرات جمعيات ربما عنصرية كلها تعبر عن تخلف في فقرة معينة لكن لا تعني شيئا ممكن معالجته لا تشمل المجتمع المقصود هو وعي التخلف أن يسود وعي التخلف هذا ما سعت اليه امريكا لذلك جاءت جاءت بمجاميع لا تحترم العلم لا تحترم الدين لا تحترم القيم تكذب على طول الوقت لاحظ كل القوى التي جاءت من العراق من عام 2003 يكذبون في كل شيء يكذبون في الحديث عن الدين هم يتحدثون عن شيء آخر ليس له علاقة بالدين يكذبون عن الحديث الوطنية هم يتحدثون عن شيء آخر غير الوطنية يكذبون في السياسة في الاقتصاد في كل التجاهات لا يحترمون العلم لا يحترمون المعلم لا يحترمون المدرسة الجامعة مراكز العلم معاهد العلم لا يحترمونها الشهادات مزورة التوجهات الفكرية غير طبيعية منشئها شاذ وضعها شاذ رؤيتها للمستقبل غير موجودة فبالتالي أنت أمام حالة لتعميم وعي جماعي بالتخلف وهذا التخلف ينعكس على المجتمع اقتصادياً سياسياً مدارس تربية تعليم مرأة التخلف كان في العراق يسير وفقه آليات ومنهج معين مقصود ومحدد دكتور عبد الحميد ما هي الآليات أو المنهج التي سارت عليها عملية تصنيع التخلف صناعة التخلف إذا أقررنا أنها صناعة ومنهج هل ثمت آليات أم القضية كانت ربما عشوائية غير مخططة تعتمد على الفعل ورد الفعل ليس إلا أو غياب رؤية عند طبقة سياسية لا رؤية لها طبقة السياسية نعم هي لا رؤية لها في هذا الأمر لكنه في نفس الوقت هي اخترت هذه الطبقة يعني عندها رؤية في التخريب لكن في عمار ليس عندها رؤية عندها رؤية في النهب واختيرت هذه الطبقة التي لا رؤية لها بناء على مشروع السيد الذي هو صاحب المشروع الأكبر الذي هو الاحتلال فاختيار هؤلاء أنهم ليس لهم رؤية هو جزء من المشروع التخريب ومشروع صناعة هذا التخلف الذي تحدثنا عنه أما هذه الآليات فواحدة منها هم هؤلاء الآليات الأخرى اللي هي قضية يعني إذا تكلمنا عن الجانب الاقتصادي فالباب كبير جدا اللي هو النهب السرقات منع أي الفساد اللي هو أكبر باب من هذه الأبواب وأيضا منع أي مشاريع تنموية لكنه الجانب الآخر الذي هو يساند هذا الأمر اللي هو التخلف الثقافي والتعليمي فتخريب التعليم والتوعية الثقافية ومنها التوعية الدينية نحن كما نعلم أن وسائل الثقافة للمجتمع عموما تتحدث عن مساهمة انهيار المنظومة التربوية والتعليمية في قضية إشاعة لكن بس فقط اسمع لي هل هذه بيئة التخلف الآن الموجودة في العراق فقط صناعة خالصة للغزو الأمريكي موجودة وجدت بعد عام 2003 فقط أم أنها لها جذور يعني تحميل الاحتلال مسؤولية كاملة عن بيئة متخلفة في جميع وجهها يعني ليس من الإنصاف في شيء لا لا هي العلاقة يعني متراكبة كما نقول وتبادلية بين هؤلاء وهؤلاء وكما أردت أن أقول قبل قليل أن التوعية والثقافة وكيف يتم تثقيف الناس ممكن أنه نستطيع أن نقول بثلاثة مصادر رئيسية اللي هو العلم التعليم يعني بشكل رسمي المنبر يعني التثقيف الديني سنتحدث عن الإعلام هذه الثلاثة هذه الثلاثة عفوا إذا سمحت لي هذه الثلاثة تم محاربتها بشكل مقصود وتم استغلالها من قبل الآخرين يعني الاحتلال تم التعاون بينه وبين أدواته اللي هي القضية التاريخية كما قلت وأشرت لها أنت وأيضا الجذور الأخرى اللي هو الاحتلال الإيراني ولا ننسى دوره في هذا الجانب أيضا دكتور بيئة تخلف بالعراق بيئة مصنوعة تماما بعد عام 2003 أم أنه الغزو الأمريكي والطبقة السياسية وهذا النظام السياسي الموجود فاقم منها وسعها كبرها يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن هذه البيئة بدأ بنائها وبدأ صناعتها نعم مع عام 2003 يوم 9-4 عندما احتلت بغداد وأعلن احتلال العراق يوم 9-4-2003 لا عندما التحدث ربما عليك أن ترجع ربما 13 سنة قبلها عندما يكون هناك حصار على العراق هذا جزء من عنده يمنع في قلم الرصاص أن يمر أو يعبر إلى البلد نعم يمنع منك الورق ويمنع منك الكتابة ويمنع منك مصادر العلمية أن تأتيك يمنع منك أن تطلع على العلوم الأخرى الضغوطات اقتصادية وضع الاقتصادي على كل إنسان يؤثر على وضع الثقافي هذه بالشكل العام تشكل ظاهرة يؤثر على وضع الثقافي ووضع التعليمي ووضعها بشكل عام يؤثر على الوضع الاقتصادي لذلك هذه الأوضاع متداخلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كلها متداخلة لا تستطيع أن تفصل عن بعضها لذلك أنت لا تستطيع أن تقول أن البداية كانت عاملة في 2013 قبلها هذه لكن قبلها تتكلمني تقول لي ما شكل العراق أقول لك أن العراق ربما على المستوى العلمي كان العراق لديه شهادة مليونيسكو بخلوة من الأمية بتقدم العراق في سنوات معينة توقع له يعني كثير من الدراسات كانت توقع له الخروج من دائرة الدول النامية إلى الدول المتقدمة نعم ترتيب مستواتها نعم ترتيب دراستك حتى مستوى دراستك التدائية والثانوية والأكاديمية في كليات والدراسات العليا هذه كلها موضوعة في جداول معينة ومحصوة لذلك كان وضع العراق وضع جيد جدا لكن عندما تأتي إلى الحصار ستجد أن هذه المنظومة بدأت تنهار وصولا إلى عام 2003 كانت الضربة القاسمة ستحدث هذا عن تأثير أنهيار المنظومة التعليمية في صناعة هذا التخلف في إشاعته في توسيعه ووصوله إلى هذه المستويات الموجودة الآن في العراق لكن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش هنا مع ضيوفنا عن التخلف وصورة وأوجهها في العراق بعد عام 2003 وثلاثة يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر نتجول في عقول الشعارة الشاعر كتاب حياته كتاب تجربته وإبداعاته ألوان إبداعية متعددة وأساليب شعرية مختلفة لكنها جميعا تصب في إناء واحد بيت القصيد إطلالة على القلوب بالدخول إلى العقول أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في الجهل والتخلف في العراق وصورهما ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور فالح الخطاب دكتور فالح أيضا هناك من يتحدث أنه بعد 2003 صنعت وأوجدت بيئة من الخوف صنعتها الميليشيات المسلحة التنظيمات المسلحة التنظيمات المسلحة أيضا المتطرفة عبر إشاعة الخرافة وإضفاء هالة من القداسة على هذه الخرافة بحيث أن هناك خوف من أن يقترب أحد من هذه الخرافة أن يتساءل عنها أن يبحث فيها ولذلك هذا أيضا هذه البيئة يعني فاقمت من عملية التخلف والتجيل في العراق نعم هذا صحيح هو أبرز ما يميز مرحلة 2003 أو ما بعد 2003 والاحتلال هو غياب الدولة هذا هو حجر الأساس في كل ما جرى في العراق لأنه غياب الدولة أدى إلى غياب منظومة قيمية كبيرة جدا أنت عندما تغيب الدولة ستجأ إلى مرجعيات أخرى مرجعية الدولة هي الأساس الحاكم دولة موجودة لكن موجودة فقط تحجز بين المتخاصلين أو المتقاتلين يا ريت تحجز حتى الآن لا تحجز العشائر الآن تتقاتل فيما بينها والجرائم ترتكب ولكن أنا قصدي من هذا الدولة دائما هي المرجعية الأساس في كل دول العالم الدولة مهمة إذا غابت الدولة غابت معها منظومة قيمية كاملة والتجئنا إلى منظومات قيمية أقل فرعية وهذا اللي يجرى الآن الآن طبعا إذا تحدثنا على المرجعيات المرجودة هي مرجعيات إما طائفية كما نعلم بها مرجعيات بسيطة كما تفضلت تطفى عليها طابع القداسة والإلوهية أو مرجعيات أخرى انفصالية أو شيء أو قبلية أو مناطقية أو قبلية لكنها كلها خارج منظومة الدولة بالمناسبة قبل 2003 طبعا لم نكن نتحدث عن دولة نموذجية الدولة الحلم لكن الدولة قبل 2003 للأمانة حاولت حاولت أن تنشئ شخصية وطنية ومفهوم وطني من خلال عملية تنموية شاملة بغض النظر عن أيام الحصارة لكن هي وضعت الأسس والحقيقة قال الدكتور منهج عود إلى عام 21 إلى 2003 نعم يعني كل الأنظمة التي تعاقبت لم تكن طائفية وكانت تركز على المعيار الوطني هذا صحيح ولكن أنا أقصد من خلال المشروع الوطني على الأقل المشروع التنموي لأنك تستطيع أنه تعيش في مجتمع مقسم الآن دول كثيرة في العالم ليست نظام ديمقراطي يعني هناك دول ليست ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في سنغافورة في تايلند في كذا ليست ديمقراطية بالمعنى الحرفي الغربي وتضم أشتات من الناس الهند فيها خليط كبير جدا مع أنها ديمقراطية ولكن عندها المشروع التنموي ما هو المشروع التنموي المشروع الذي يوفر للناس كلها الخدمة الطموح أن يكون عندك أنت طب أن يكون عندك تعليم كما جرى في سبعينات القرن الماضي في العراق هذا اللي يعني قصد فمن خلال هذا الدولة الحقيقة حاولت من خلال رؤية تنموية أرادت أن تنشئ مشروع وطني شخصية وطنية يبتعد عن ولذلك يعني هذا الأمر نرى أنه تم تنكيسه تماما بعد نتذكر جيدا أنه أول عمليات القتل في العراق بعد الاحتلال بدأت بالأطباء الأطباء أول طبيب خصائي كبير قتل في عياته لا أذكر أصبحتك نعم لماذا؟ ثم بدأت عملية قتل الأطباء الأطباء ماذا يفعلون؟ يعني أنت تقتل طيار تقتل ضابط تقتل كذا مفهوم طبعا ليس مفهوم وفق عليه لكن قد تفهم لكن أن يقتلون الأطباء ثم بدأت عملية التهجير وهكذا فنحن أزاء عملية المرجعيات الحاكمة اختلفت أساس الوضع في العراق كان وكما هو فيه شأن العالم كله الأساس هو الدولة الدولة هي التقود هذا هو الأساس المفهوم الحضاري عندما يتراجع هذا المفهوم تنشأ هناك قيم أخرى فرعية وهذه طبعا مشكلة كبيرة جدا أشكرك على ذكر الدولة والخطاب السياسي للدولة وما إلى ذلك دكتور عبد الحميد العاني يعني الخطاب الديني الطائفي الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي طبعا كله طائفي كيف ساهم في أيضا ترسيخ هذا التخلف إشاعة هذا التخلف والجهل على اعتبار أن الأمور في الدول منوطة بالدولة بمعناها نظامها سياسي يعني النظام السياسي قد يكون معمر وقد يكون مخرب ما جرى في العراق بعد 2003 هذا الخطاب الطائفي سياسيا وإعلاميا ودينيا في وسائل الإعلام في المنابر كيف كانت مساهمتها في صناعة هذا التخلف الذي يخيم على جميع مناحي الحياة في العراق بالتأكيد يعني الحقيقة الخطاب الديني عموما ليس فقط الطائفي يعني جرت عليه عملية كبيرة جدا كمشروع يعني ضمن هذا الأمر لأن يؤدي إلى هذا التخلف وبما فيها خضية الخطاب الطائفي لأنه دائما ذكرنا ذلك سابقا في حلقات ماضية أنه لا يجتمع الطائفية والوطنية فالخطاب الطائفي هنا الذي هو بات أصرح أو أفضل وسيلة يعتمدها السياسيون واستند عليها المشروع الاحتلال عموما هو أنه زيادة الشرخ بين طوائف المجتمع العراقي للسيطرة على هذه الطوائف وكما ذكرنا أيضا وهو مشهور فرق تسد فالخطاب الطائفي يصب في هذا الأمر لكن عموما ليس فقضية الطائفية أو الخطاب الطائفي هي قضية الخطاب الديني نفسه يعني رأينا أنه من ضمن هذا المشروع أنه كان هناك تعمد كبير لقضية ضمن طبعا ضمن قضية التصحير وهجرة العقول وغيرها تصحير العلمي أقصد أيضا كان هناك نوع من صناعة الرموز صناعة رموز الفأساء السلبية ومحاربة الرموز الإيجابية إذا صح التعبير ومن هذا أصبح ضمن هذا المشروع الكبير في الحرب على العراق وصناعة التخلف أنه إيجاد العمامة أو المعمم عفوا المعمم كمصطلح بديل لمصطلح العالم فأي إنسان عالم يكون له أثر ودور حقيقي في صناعة أو في تنمية أو في توعية الناس حورب بكل أنواع المحاربة وماذا كان البديل؟ كان البديل إبراز أشخاص يرتدون العمامة فقط ولذلك أصبح التركيز على المعمم واستغل هنا في هذه الشريحة شريحة المعممين وشريحة علماء الدين أو الذين في هذا المسلك ضعاف النفوس لإحلالهم محل غيرهم والتركيز عليهم ليكونوا أيضا جزءا من المنظومة منظومة التخلف وليكون هذا المعمم وسيلة قوية وأداة قوية بيد السياسي وبيد الاحتلال لتجهيل الناس لتخديرهم إماتتهم لاستعباد الناس وعدم ورضوخهم إلى هذه الأوامر لصناعة شيء من القدسية والهالة على أمور تطرح من قبل السياسين وغيرها بحجة دينية وأحيانا بحجة طائفية حماية المذهب يعني كلمة أو جملة حماية المذهب شماعة ارتكبت تحتها جريمة كبرى بحق العراقي وبحق العراقيين حتى بحق أبناء ذلك المذهب الذي يخدع بهذه العبارة جملة حماية المذهب فتمت تحت هذه الجملة انتهاكات لحقوق الإنسان زيادة الشرخ بين شرائح المجتمع العراقي ونهب المال العام الذي أدى بالجملة إلى إضعاف هذا المجتمع وهذه الشرائح ورأينا كيف أصبح خاصة مثلا جنوب العراق يعيش في فقر شديد جدا وتنتشر فيه الأمية والتخلف والأمراض التي هي الأمراض الاجتماعية المخدرات وغيرها من أمور أخرى نعم دكتور فالح الخطاب يعني هذا انهيار المنظومة التربوية والتعليمية في العراق الآن النظام التربوي في أزرى حالاته التسرب مناهج طائفية أيضا كيف كان دوره في صناعة هذا الجهل والتخلف يعني ربما يكون هذا هو الأخطر على الإطلاق الأخطر الأخطر لأنه أنت عندما تفقد التعليم مكان عندما تنهي التعليم أنت تؤسس لتخلف لخمسين عام قادمة يعني أنا ممكن أي شيء أعالجه أعالجه فوريا آنيا ممكن يعني هاي العشوائية أشيلها أبني مكانها عمارة لكن الطفل المتخلف أو الطفل الغير المتعلم أو الطفل الجاهل أو الشاب الذي فقد الدراسة ماذا أفعل له هذا عملية عمران هذا بنيان بنيان يستمر يعني يؤسس لسنوات طويلة نلاحظ أنه أبرز الدول المتقدمة سنغافورة تايلاند ماليزيا أول أولويات التعليم التعليم مسألة وهو حجر الأساس هو الركن الأساس أنت تريد أن تبدأ وتخصيصات تربية والتعليم الحقيقة في بعض الدول تفوق حتى تخصيصات الدفاع نعم لأنك أنت تؤسس للمستقبل يعني تضع حجر الأساسي كل شيء ولذلك أخطر ما يجري في العراق الآن هو مسألة التعليم التعليم الآن يكاد يكون كارثة ونحن نعاني الحقيقة الفساد في العراق فساد مؤسس هو جيء يعني هو ناتج عرضي ولكن هو مصمم أنا أذكر جيدا عام 87 قبل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بعام مجلة نيوزويك وهي ثالث أهم مجلة في أمريكا هناك ثلاث مجلات مهمة أسبوعية المجلة قالت بعنوان عارض جدا قالت إيراكي رجيم إز موست بروتال رجيم إن ذا ريجين بط إتز نوت كوروبتد قالت هذا النظام هو الأشد قمعية في المنطقة ولكنه ليس فاسدا الآن هذا نفهم من خلال غرس الفساد غرسا أنت الآن أتيت بفاسدين أنت تريد أن تحطم؟ تريد أن تحطم شيء؟ وكل الأمر إلى فاسدين وأن تحب من الموضوع وبالتالي هناك محاولة لإفقار العراق تدمير العراق وأنا كما قلت قبل قليل يراد إخراج العراق من المنظومة تماما يعني الفكرة الأساسية هي إخراج العراق وهذا يقودنا إلى خطورة هذا التوجه على حاضر ومستخدم لأنه العراق أخي عفوا العراق بلد مهم جدا كما تفضل سادة الكرام العراق يحتوي على إنكانيات النهوض بلد قابل للحياة وليس بلد قابل للموت بلد قابل يعني لو ترك شوية ينتهي الموضوع دكتور رافة الفلاحي يعني في بداية الحديث تحدثت أن هناك ترابط وثيق عضوي بين التخلف والتنمية غيابا وحضورا الآن في العراق ليس هناك تنمية وليس هناك مؤشرات علانية لإطلاق عملية تنموية في العراق هل هذا يعني أننا سنغرق أكثر في مستنقعات الجهلي والتخلف الآن بهذه الوضعية الموجودة الآن في العراق؟ هذا منطقيا بالحسابات المنطقية الحسابات الرياضية صحيح ما تقوله صحيح لكن أحد الفلاسفة يقول إذا قطعت الشريان إذا الشريان قطع فتوقع أن المرض قادم إذا تقطع النهر فتوقع أن يكون متأكد أن الفيضان قادم وإذا قطعت التنمية للمستقبل فتأكد أن الثورة قادمة لكن الثورة لا تأتي اعتباطا لا تقوم الثورة يعني هذا اللي حضرتك تقول عنه هل نحن ذاهبين إلى ظلام أكثر أقول لك بالحسابات المنطقية والطبيع نعم ذاهبين إلى ظلام إلى قعر الهاوية ذاهبين بهذا السياق الموجود لكن نحن نبحث عن ثورة ثورة أنت تغلق المستقبل تغلق آفاق المستقبل سأعطي أمثلة وهي ربما ستوضح ربما مثالا واحدا عندما تكون هناك قوى في المجتمع تنتقد تنتقد الظواهر غير الطبيعية تنتقد التخلف تنتقد التخلف في كل الاتجاهة تنتقد التخلف الثقافي السياسي الاجتماعي الديني كل هذا الذي يجري وسأعطي مثالا أقول هيئة علماء المسلمين في العراق في كل أدواتها بكل أفرحها بكل توجهاتها تنتقد هذا الوضع لا تقبل على هذا الوضع وضد هذا الوضع من البداية فرزة نفسه أنها ضد هذا الوضع الذي في العراق من عام 2003 لحد الآن ضد هذا الوضع في العراق تحت مضلة الاحتلال وانتقدت الاحتلال وانتقدت كل تداعيات الاحتلال اللي حصلت اللي هي من تخلف علمي وثقافي وديني وإخلاقي وسياسي واقتصادي وبهذا الاتجاه لكن هذا ما تفعله هيئة علماء المسلمين أنا أعطيت هذا المثال ما تفعله تريد أن تحفز المجتمع كله لكي يكون هناك عقل ناقد بالمجتمع عموما يتكون حالة من عقل ناقد المجتمع كله ينتقد هذه تنبهه الانتقاد هذه الظوار هذا ما حصل هذا سيؤدي إلى بناء خطوات لإقامة العقل المتقدم ما يسمى العقل المتقدم هذا العقل المتقدم اللي هو فيه الإنسان يخلق بيئة مجتمعية فيه الإنسان يريد الحياة يريد كل الخدمات أشكرا هل تعتقد دكتور أنه الآن في العراق التعليم فيه أدنى مستوياته هل من الممكن أن يكون هناك مجتمعا أميا لكنه على درجة كبيرة من الوعي بعيد عن التخلف وعي ذهن مدرك ممكن أن يكون هذه الكثيرين إذا كنا نتحدث عن ثورة هل الثورة أيضا تحتاج المغيرون يجب أن يكونوا جاهلين متخلفين أم يجب أن يكونوا واعين الجهل شيء والأمية شيء آخر الأمية ربما من لا يقرأ ولا يكتب تقول عنه أمي نعم لكنه يمتلك وعيا أكبر من كثير من الذين يعرفون القراءة والكتاب وإلفون كتب ويتحدثون في كل مكان أكثر وعيا هذا لا يشبه هذا نحن لدينا في العراق طبقات كثيرة الآن هم يدفعون بهذا الاتجاه يريدون أن يعمموا الأمية ومن الأمية انتقلوا إلى الجهل بمعممين مثل ما تحدث الدكتور بناس ليس لهم علاقة لا بالعلم ولا بالأخلاق ولا بالقيم ولا بكل هذا يعممون الفساد يعممون الرؤية القاطئة الهدف القاطئ فبالتالي هذه الفوضى الفكرية الفوضى الثقافية الفوضى العلمية ستؤدي إلى خراب كل هذه وتؤدي إلى انسحاق المجتمع والأم يتحول إلى جاهل شيئا فشيئا ويتحول إلى كائن آخر يسهل انقيادة ويسهل توجيه باتجاهات أخرى بعيدة عن الوطنية بعيدة عن المدافعة عن حقوقها لكن عندما يمتلك عقلا متقدما يقرأ ويكتب أو لا يقرأ ويكتب يمتلك وعيا يجعل من عقله متقدم يفهم أنه هو يحتاج للحياة يحتاج للخدمات يحتاج إلى أن أبناء يتعلمون يحتاج إلى صحة جيدة يحتاج إلى بلد مستقر يحتاج إلى استقرار اقتصادي يحتاج إلى معيشة هذه كلها تخلق هذا ما قلت يعني عندما جئت بمثال على هيئة علواء المسلمين البعض يتساءل مثلا لماذا هيئة علواء المسلمين بهذا الاتجاه ماذا تريد أن تقول هذا جزء من ما تريد أن تقوله تريد أن تقول أو هذا جزء من ما تريد أن تفعله تريد أن تجعل المجتمع كله يرى هذه ويتطور بهذا الاتجاه وصولا لهذه النقطة اللي يحاسب الجميع على ويدفع بالتخلف إلى الظلمة يدفع التخلف تحت أقدامه دكتور أيضا في دقائق دكتور عبد الحميد هل المراهنة فقط على الوعي الذاتي المبني ذاتيا كما تحدد دكتور رافع أم أيضا هناك دور لأطراف خارجية في بناء هذا الوعي لدفع وإزاحة هذا التخلف والجهل الذي هو صناعة ومنهج مقصود تقف فراء أطراف بعينها خارجية وداخلية يعني دور مثلا صناع الرأي ومنهم علماء الدين مثلا بالتأكيد يعني صناعة الوعي هذا أمر مهم جدا وهي بمثابة العصة التي تقف أو تعرق المسيرة عجلة التخلف التي هي تقف وراءها هذه المشاريع الاحتلال لذا عملية التوعية هنا يجب أنه يتصدى لها كل من يتصدى في الساحة أو يعمل في الساحة سواء كان علماء دين أو أساتذة جامعات أو جهات سياسية كتل سياسية ومنها الإعلام أيضا المؤسسات الإعلامية القنوات الفضائية ومنها كما أشار الدكتور أشكرا دكتور وسلمنا للإعلام أيضا ما دام أيضا دكتور فارح الخطاب أيضا ممكن نسمع منه أيضا الإعلام هل له دور في قضية كما كان له دور في إشاعة التخلف والجهل بالمقابل أيضا له دور في قضية إزاحة الجهل إشاعة التنوير التذقيف الوعي كما سمعنا بالتأكيد الإعلام اليوم هو أهم سلاح يستخدم في الشر أو في الخير يعني برنامجنا الآن من ضمن هذه الحملة لإشاعة الوعي جدا مهم الإعلام مهم جدا طبعا ولكن من يقف خلف الإعلام هذه البرامج وغيرها التوعوية لكن أحب أقول شيء واحد إضافة إلى كل ما قيل ما يوحد الناس جاهلهم وأميهم وعالمهم وكلهم ما يوحدهم هو شيوع الظلم الظلم الذي شاع في العراق الآن يبشر بثورة سوف تكتسح ربضرة النافعة نعم كل شيء تكتسح لأنه هذا حقيقة هو الذي سيوحد الجميع على أرض واحدة تفعل فعلها شكرا دكتور في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا هنا في الستوريو طبعا جميعا الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين ودكتور فالح الخطاب الكاتب الباحث السياسي نشكر المشاهد الكرام أيضا وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة